أهلا بكم مشاهدين يروي أحدهم عن زيارة قام بها إلى بيت عمته فقال حين قدمت لي الشاي وتذوقته أعجبني فقلت لها طعم الشاي جدا جميل فارتسمت الابتسام على وجهها وبدأ السرور يتشكل ويضيء كالنور في محياها وهكذا بقيت طوال الزيارة يقول آخر أذكر ذات مرة أني ذهبت لإنجاز معاملة حكومية وكان الموظف كئيبا عابسا وكأن الدنيا كلها فوق رأسه جلست أمامه وهو يتعامل مع الأوراق بجفى شديد كأن أحدهم سلب الابتسامة منه قلت له قميصك جميل ابتسم تلقائيا وقال والله قلت له يا والله والجاكيت أجمل فتهلل وجهه ضاحكا مستبشرا ثم بدأ الحديث معي والأخذ والرد وكأن ذلك الشخص العابس قد رحل وجاء غيره إلى مكانه ثالث يقول ذات مرة كنت في المسجد وحضر شاب وصلى فينا جماعة شدني صوته الحسن والجميل جدا انتظرت خروجه من المسجد ثم خرجت أتباعه سلمت عليه بحرارة وقلت له ما شاء الله صوتك جميل جدا وطلوتك رائعة لا يشبع منها أبدا فتهلل وجهه ورسمت عليه ابتسامة حلوة عريضة واسعة قبل أن أرحل عنه والسؤال لي ولكم جميعا ما الذي يمنى أحدنا من فعل هذا الشيء مع الناس؟ خلينا اليوم نبدأ حلقتنا وكل واحد عم بيشوفنا الآن إذا كان في البيت كان في الشغل كان في المكان ما في أي مكان ولفت انتباهه في هذا اليوم قبل قليل أو حتى منذ الصباح شيء جميل في أحدهم خليك لو كان بعيد عنك الآن اتصل فيه وأخبره بهذا الشيء الجميل إن كان فيه تعامل مثلا تعامل معك فيه خلق جميل تصرف معك اليوم فيه لباس كان يرتديه فيه شيء قدمه وتصرف به أمامك خلينا ننشر الإيجابية وننشر الجمال فيما بيننا مساءكم جمال حلقة جديدة من برنامج ساعة راديو